اهلا بكم عزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الاعدادي معكم مستطعت لغيتي من قناة زكي اللي حساب مبانسة. النهاردة فيديو مش عادي. النهاردة فيديو يعني يعتبر كده ايه يعمل بوم. ايه الفيديو ده? الفيديو ده النهاردة ان شاء الله هخليك في عبارة او في خلال فيديوهين بس كل فيديو في ستين دقيقة مدته ستين دقيقة ساعة فيديوهين بس هخليك تضمن الدرجة النهائية في مادة الهندسة اللي هي بالنسبة لك عملالك بعبع. في خلال ستين دقيقة. طيب النظام هيبقى ازاي? اول حاجة احنا هنعمل فيديوهين. اول الفيديو اللي هو بتاع النهاردة هنعمل فيديو عن اكمل. هنعمل فيديو عن هناخد الاختيار واكمل بتاع كل المحافظات كل الاسئلة المتنوعة بتاعتها. هديك تبص هتلاقي نفسك اصلا الاسئلة كلها بتتعاد هي نفس الاسئلة بنفس الارقام بتتعاد مفيش فيه اي مشكلة خلص. الفيديو التاني هيبقى فيديو عن ازاي تحل مسألة البرهان. ازاي تحل مسألة الفراهين والاسبتات. هعلمك ازاي تحل كل ده. فانا عايزك تركز بالفيديو ده متتفرجش عليه وانت مضغوط مسلا وراك درس او وراك معاد معين. لا انا عايزك تركز في كل الكلمة انا بقولها. الفيديو ده انا عايزك تحفظه عندك عن موبايل. عشان ترجع الويبقى مارجع ليك في اي وقت. اتحدى اي حد بعد الفيديو ده يقدر او ما يفهمش او يحل او ما يقدرش يحل اي حاجة في الهندسة. تمام? طيب المتطلبات دلوقتي قبل ما اسمع الفيديو ايه المطلوب منك مش مطلوب منك حاجة. يعني ما حفزش قوانين ولا كلام مدة. طبعا القوانين كده كده هتتحفظ. والنظريات والنتايج والملاحظات دي كلها لازم ان تحفظها. وده طبعا هتلاقي موجودة في اكتاب المعاصر عبارة عن تلات صفحات في المنهج كله. وصفحتين تقريبا. فتعال على نفسك شوية واحفظهم عشان تضمن التسع درجات. فلازم ان تحفظهم. مش لازم ان دلوقتي. خلاص? بس احفظهم اه جزائهم كل يوم كده جزء معين لحد ما تخلصهم. زائد بقى ركز معا في الفيديو ده. بسم الله كده. وسمي الله. ونتوقع الله. اول حاجة هنا بقولي المسلسان. المسلسان المرسومان على قاعدة واحدة. ورأسهما على مستقيم يوازها سيل قاعدة. المسلسان المرسومان على قاعدة واحدة. يعني الاتنين مشتركين على قاعدة واحدة. والرأس بتاعيتهم على مستقيم. يعني بالزبط كده. والرأس بتاعيتهم على مستقيم هنا. يكونان ايه? يكونان متساويان في المساحة. يكونان ايه? متساويان في الايه? المساحة. ركز في كل كلمة. في المسلس قلب بقى جيم ازا كان الف جيم تربيع زائد جيم بقى تربيع. بتساوي قلب بقى تربيع. طبعا ولاد هنا بيقول لي فإن hjälية زاود ما بتساوي 29 درجة. طبعا ولاد لما يجيب لك مربع دلعين وبتساوي آآ المربع الضلع التالت معنى كده ان المسلس ده كله على بعضه قائم الزاوية. يعني بتساوي 29 درجة. طب وطبعا ده الوطر ده الوطر ركز معايا ده الوطر عشان تعرف تفرق. ودول الضلعين طب لو كان القلب بقتربعة ده من الصرر كده يعني العلامة بقها ناحية القلب بق يبقى معنا كده. القلب بق هي كبيرة. وده معناه المسلس هيبقى منفرج الزاوية. طب لو كانت مسلا العلامة كده بقها نحية الضلعين. يبقى معنى كده لهم الاكبر دولة هم الكبار. فمعنى كده ان المسلس هيبقى حد الزاوية. لو كانت العلامة بقها باصص نحية الضلعين. فهيبقى المسلس حد الزاوية. ولو كانت العلام بقها نحية الوطر او مربع او الضلع واحد بس. معنى كده المسلس منفرج الزاوية. ولو كان بيساوي مسلس قائم الزاوية بتساوي تسعين درجة. طيب مين بقى اللي هتساوي تسعين درجة زاوية ايه? هل يطرق الف ولا بقى ولا جيم? كل اللي انت هتعمله هتبص على الضلعين دولت. تبص على هنا. تبص على هنا. هتلاقي فيه حرف متكرر. هو مين? الجيم. هي بالزبط كده الجيم. وهتجي لك الوقت كتير. ازا كانت النقطة الف بتنتمي المستقيم لام. الف بتنتمي المستقيم لام. فان الف على المستقيم. فان مسكة الف على المستقيم لام. مسكة الف على المستقيم لام. هي برضو برضو الف. هي برضو ايه الف? هتكون نفس النقطة الف. هي نقطة اصلا. وقع على مستقيم زي 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 ده كده. زي ده كده. نقطة على المستقيم. فهيكون المسكة بتاعها برضو هي نفس الايه? النقطة? النقطة الف. ازا كانت بساعة بتوازل اضلاع خمسة وتلاتين سنتيمتر مربع. وطول احد اضلاع وسبعة سنتيم. فان اطول الارتفاع. هو عايز ارتفاع مين? المتوازي. عايز ارتفاع متوازي? اه اقسم. اقسم المساحة على طول احد الاضلعة. يعني خمسة وثلاثين على السبعة. تمام? هتقسم الخمسة وثلاثين على السبعة يديك خمسة سنتين. هيديك كم? خمسة سنتين. يبقى تاني. ازا كانت مساحة المتوازي لان انت عندك اصلا قانون مساحة المتوازي. اللي بتساوي القاعدة في الارتفاع او طول احد اضلعه او الضلع في الارتفاع. الضلع هي هي القاعدة في الارتفاع. طب هو مالجي بالارتفاع? يبقى اقسم. طب هو لو مسلا عايز طول احد الاضلع برضو اقسم. برضو اقسم. خلاص? خمسة وثلاثين على السبعة. شبه منحرف طول قاعدتين بتساوي تمانية سنتين وعشرة سنتين. وارتفاعه خمسة سنتين. تكون مساحته. القاعدتين بتوعه بتمانية وعشرة. عند القانون الشبه منحرف بيتساوي نص مجموع القعدتين في الارتفاع. نص مجموع القعدتين في الارتفاع. قد القعدتين. نص مجموع القعدتين في الارتفاع. تاني. شي ما منحرف. يحفظ معايا. قانون بتاعه بيقول ايه? نص مجموع القعدتين في الارتفاع. او او له قانون تاني. القعدة المتوسطة في الارتفاع. القعدة المتوسطة في الارتفاع. القعدة المتوسطة في الارتفاع. تاني. القعدة المتوسطة في الارتفاع او نص مجموعة القاعدتين في الارتفاع. وخلي بالك الحتة دي قدي الحتة دي. يعني القاعدة المتوسطة بتساوي نص مجموعة القاعدتين. يعني لو كان القاعدة متوسطة مثلا دي بتلاتين. يبقى نص مجموعة القاعدتين برضو بتلاتين. يبقى دي حتة دي قدي الحتة دي. ماشي المهم. هو عايز بقى المساحة بتاعت شوف منحرف. هاستخدم ايه? هاستخدم دي ولا دي. طبعا قال لي هنا مجموعة طولة قاعدتين. يبقى هستخدم ليه? نص مجموعة القاعدتين. اجمع دولت بتمنتاشر. يبقى نص في تمنتاشر في الارتفاع بخمسة. نص التمنتاشر تسعة. خمسة في تسعة. بخمسة واربعين. في المثالث قلب باقي جيم ازا كان قلب باقي تربيع اكبر اهي جيت لك ايه. شوف. جيت لك ايه. قلب باقي تربيع اكبر من باقي جيم زائد الالف جيم. شوف بصص ايه? بقاها نحية ايه? يبقى نص في الكتر في الكتر. نص في الكتر في الكتر ايوان. يبقى نص في الكتر بستة في عشر. نص الستة تلاتة. تلاتة في عشر بكام بتلاتين. نص في الكتر في الكتر. طبعا انت لما تحفظ الفيديو عندك وكل شويت يعني اه تشغله. المعديها بقول لك مضلعان متشابهان. الناسبة الناس فالتكون النسبة بين محيطهما كام? هتبقى برضو هي هيها تلاتة الى خمسة. وممكن يجيبها لك تلاتة على خمسة. شبه منحرف مساحته بكزا. شبه منحرف? شبه منحرف مساحته بكزا. وارتفاعه بخمسة. عايز القعدة المتوسطة. بسطة جدا. ارجع للقانون. اهو. الشبه منحرف بتساوي ايه? اه الشبه منحرف القانون بتاعه. قعدة متوسطة في الارتفاع ونص مجموعة القعدة في الارتفاع. انا هنا كتبت ده. يبقى هستخدم ده. قعدة المتوسطة. هو عايز ايه? انا عايز القعدة المتوسطة. هتقسم الكبير على الصغير. الكبير على الصغير. اليساورية تخلي الفيدي على. يبقى الشبه منحرف المساحة على الارتفاع. فين 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 اهو. يبقى مية على خمسة. مية على ايه? خمسة. فهيديني كام? عشرين. متوسط المسلس ويقسم المسلسة سطحية متوازل اضلاع قلب باق جيم ده مساحته بمية. فهتكون مساحة المسلس قلب باق جيم. مساحة المسلس قلب باق جيم. طبعا مساحة المسلس بتساوي نص مساحة متوازل اضلاع. يعني متوازل اضلاع بمية. يبقى المسلس على طول بخمسين. لانه مسلسين يديك متوازل اضلاع. تمام? يبقى مساحة المسلس بتساوي نص مساحة متوازل اضلاع. بل لكنها تشابه المضلعان اذا كانت الاضلاع المتنظرة. يعني مسلا مسلا مسلسين. مسلسين دول يتشابه امتى? لو كانت الاضلاع المتنظرة متناسبة. متناسبة مش متساوية. والزوايا المتنظرة متساوية في القياس. متساوية في القياس. السؤال ده بيجي كتير جدا. يتشابه المضلعان اذا كانت الاضلاع المتنظرة متنسبة. والزوايا المتنظرة متساوية في القياس. معين مساحته اربعة وعشرين وطول احد كترية تمانية. فان طول الكتر الاخر برضو ضمن المساحت اللي بتجي كتير جدا. كل انت هتعملهم هتجيب المساحتهم وتبقيتهم ضربة في اتنين. ولا يطلع تقسموا عن تمانية. بس كده. لان انت عندك قانون مساحة معين. نص في الكتر في الكتر. جاب لك كتر منهم بتمانية. جاب لك الكتر منهم بتمانية. خلاص? يبقى انا عايز اجيب مساحة المعين. ممكن تقول نص التمانية كان? اربعة. طبعا المساحة انو هنقالك بهنا باربعة عشرين. اربعة في اي دي كاربعة عشرين? اربعة في ستة. وممكن اضرب دي في اتنين. على طول المساحة في اتنين. وهم قاسم على التمانية. على طول كده. على طول كده. اضرب المساحة في اتنين. وهم قاسم على الاي? على التمانية. المثلث الف باق جيم. فيه الف باق تربيع بتساوي الف جيم تربيع نقص باق جيم. فان المثلث بقى جيم يكون قائم الزاوية فين? المسلس ده يكون قائم الزاوية فين? بص يا معلم بقى. اتقول لها مستر تمتل لسه ايه اللي من شوية? ان دي بجيب الرقم الحرف المتكرر. لأ بتختلف. ليه مستر? لان بتختلف عشان فينا ناقص. اما تعمل الكلام ده لو كان في زائد. اما ده هنا ناقص. طب يعني ايه? اقول لك يعني ايه? يعني بص على الاولان ده. بص على الاولان دة الوطر. بص على الاولان دة. ده الوطر. انا عايز بقى جيب الحرف النقص بقى يعني ده الف وجم يبقى الحرف النقص كام? البق صح. يبقى هو البق? يبقي هو لايه? treaties. اللي بيحدد له هو الوطر. الوطر اللي هو الف جيم. هنا الوطر الف جيب لأن ده الكبير نقص صغيره فهو ده الوطر. مش ممكن ده يكون ده الوطر أبدا استحاله. هو ده الوطر. عشان ده كبير نقص صغيره. اذا كان الوطر هنا يبقى هنا يبقى زائد اما ده مجاب ناقص يبقى ده الوطر حرف الناقص يبقى الباق الاطوال ستة والتمانية والحداشر تصلح ان تكون اضلع مسلسك ايه الزاوية حد ولا قائم ولا منفرج هتضطر تجيب اكبر واحد فيه اكبر واحد في من هو مين؟ الحداشر وتربعه يعني اضربه نفسه مرتين حداشر في حداشر ممية واحد وعشر تحطه على جنب كلا تربعه لاحقا يعني ستة في ستة بستة وتلاتين اجمحهن يديوا كام يبيضلا بالضلعين والده لالده الواحد يبقى وهل الوطر على الفكرة يبقى الوطر اكبر ً مدام الوطر اكبرو منفرج منفرج ولو كان الدلعين هم الأكبر مثلا لاحقا لو كان يساوي اللي تنقدي بعض. يعني مية واحد وعشرين دي برضو مية واحد وعشرين ومثلث قائم. يبقى الوطر اكبر منفرج. الوطر اكبر منفرج. مساحة المثلث بتساوي نص مساحة من متوازن اطلع المشترك معه في قاعدة واحدة. ومحصورا بين مستقيمين متوازين. لازم تحفظ النظريات دي. يبقى مساحة المثلث بتساوي نص مساحة المتوازن اطلع المشترك معه في قاعدة واحدة ومحصورا بين مستقيمين ايه? متوازين. لجاعت لك تاني شبه منحارف. طولة قاعدتين متوازن ستة والتمانية. تكون القاعدة المتوسطة. نرجع كده للصفحة اللي فاتت. قلت لك ان القاعدة المتوسطة هي هيها بتساوي نص مجموعة القاعدتين. هي هيها ركز. يعني دا لو كان طلع بتلاتين دي برضو هتطلع بايه? بتلاتين. تعالي نرجع تاني كده بقى? اهو. طولة قاعدتين متوازنين بيساوي القاعدة المتوسطة. طب القاعدتين متوازنين دولت. اجيبهم طولهم ازاي? اول جيب القاعدة متوسطة ازاي? نص مجموعة آآ الاتنين دولت. ستة والتمانية كام? اربعتاشر. نص الاربعتاشر? نصها سبعة. نصها كام? سبعة. السؤال ده موجود في اجتام مدلسة. كل اسرائي دي موجودة في اجتام مدلسة. مضلعين متشابهين النسبة بين طولة دلعين متناظرين فيها واحد الى تلاتة. فاذا كان محيط المضلع الاصغر خمستاشر سنتي. فان محيط المضلع الاكبر. النسبة يبقى واحد الى تلاتة. يبقى واحد على تلاتة. وتقول بيساوي شرط الكسر. وقالك ان محيط المضلع الاصغر بخمستاشر خمسة واربعين. مساحته اربعة عشرين وارتفاع ثمانية سنطر. فاين طول القاعدة? لا. ده عايز طول القاعدة بتاعت المسلس برضو لازم انتحفز القوانين وعندك موجودة في كتاب المعاصر. هتعمل ايه? تضرب المساحة في اتنين لان مساحة مساحت نص في القاعدة في الارتفاع. او ممكن اهو مساحة المسلس نص في القاعدة في الارتفاع. ايه اللي سوى تحت هيساوه هنا فيه وهنا فيه. مساحة المسلس بكاب قال لي هنا باربع عشرين حط اربع عشرين وده نص زي ما هي. وقال لي الارتفاع بتمانية اهو احط هناك عايز القاعدة. نص التمانية اربعة. اربعة في ايه دينا اربعة عشرين? اربعة عشرين على اربعة يديني كام? ستة. يديني كام? ستة. بقول لي هنا ازا كان المسلس قال لي بقى جيم قائم الزاوية فيه بقى المثلث ألف باق جيم قائم الزاوية في اين؟ في باق. تعال كده انا بسيمه. وباق دال عمودي على الالف جيم. فاينه مسقط الباق دال على الالف جيم? مسقط بتسقط فين? الباق دال دي بتسقط في النقطة ديت. اهو مسقط ايه? باق دال على الالف جيم. الباق دال دي سقطت فين? نزلت فين عند الدال? يبقى نزلت فين عند الدال. مربع محيطه وعشرين سنتي. تكون مساحته. عشان اجيب مساحت المربع مساح المربع بقوله الطوله تضلع في نفسه. هو قال لك انا اجاب لك محيط كله على بعض. كل الاطلع دي كلها عربعة عشرين. يبقى تضلع الواحد بكام? عشرين على الاربعة فالخمسة. خمسة في خمسة. لان المساحة بتقول طوله تضلع في نفسه. يعني خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. المعنى كنت محيطه ونجيب لك الاطلع كلها بعشرين. متوازن الاطلع لازم مساحته ستة وتلاتين. وطول ارتفاعه اربعة سنتي. فتكون طول قعدته. قعدة مية متوازن الاطلع. اقسم. مش عارفة مستنقيم تقسم هم تضرب. طيب اكتب القانون. قانون ايه متوازن الاطلع? بيقول ايه متوازن الاطلع. بتساوي القعدة. في الارتفاع. اول بقى اللي ساو تحتاج ساوي هنا فيه. الستة وتلاتين تحط فين? قال لي مساحة تحط هنا. واللي ارتفاع هنتحط فين? اربعة تحط هنا. عايز الايه القعدة? سين. اربعة في ايه? يديني ستة وتلاتين. اربعة في تسعة. بس كده. ماشي? ماني غير ما تحفز قانون? يعني احفز قانون واحد بس. ده دمج ده. يعني ده دمج. انا يعني. بحب اشي انيقد الدمج. لا سهل يعني. دي نمازل بقى. تانية. الف بقى جمدال متوازن الاطلع. الهاق بتنتمي الجمدال. الهاق بتنتمي الجمدال. فاذا كانت مساحة المسلس الف هاق بتسوي عشرين سنتين. مربع. فان مساحة متوازن الاطلع. طبع مساحة بتسوي قد مساحة المسلس مرتين. يبقى هي بتسوي كم يعني اربعين سمتم ربع. اذا كان المسلس سين صاد عين فيه سين صاد عين بتسوي سين صاد قسة نيبل سوي صاد عين قسة نين ناقص سين عين. فانها زاوت مين هيكون قائمة برضو. شوف جابت ناقص ابص على ده. صاد والعين. يبقى لسه مين المجاش? السين او الصاد والعين. نتفضل لمن السين. هتكون زاوت السين هي اللي ايه قائمة. متوسط المسلس يقسم سطحيه الى مسلسان لسه مقابلنا في اول الفيديو. مسلسين ها? ملهم. مسلسان ايه? متساويان في المساحة. اذا كده الالف دال عمولي على الجين باق. فين الالف دال? اهو. الف دال. الف. دال عمولي على الجين باق. ده كده. فان ما سقطت الف دال. الف دال سقطت فين? عند النقطة دال. لسه ايلينا من شوية. بس تحطهاك مجموعة. ما تكتبش دال كده. اذا كده النسبة بينها محيطي مضلعين متشابهين هي تلاتة الى خمسة. فين النسبة بين الطلاي دان عم وتناظرين فيها? برضو. تلاتة ايه برضو ايه? الى خمسة. هي هيها. ولو كان قال النسبة بين محيطهما برضو. تلاتة الى خمسة. رجعنا المعلمة تاني. اهو شوف العلامة بقى ناحية فين? ناحية ضلع واحد يبقى كده الوطن. يبقى كده كبيرة. فزاوت جيم هتكون ايه? منفرجة. طيب قال ليه ان القلب بقى بيوازي السنساد? القلب بقى بيوازي السنساد. هذا القلب بقى وهذا السنساد. ماشي? انا فينه طول مسقط 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 أو مسقط مسقط Angale về Sinsad? القلب بقى لما تسقط على السنساد وطول القلب بقى. فلنها السنساد على السنساد. نقاط طول القلب بقى طول مسقط القلب بقى على السنساد ههة الى قلب بقى لما تسقط على السنساد هتكون هي بتساوي دي لانه هم الليان متوازيين. هم الليان متوازيان. فيكون بتساوي الألباب باق. المتوازيان فيكون تساوي. مربع طول كتر اتناشة تكون مساحته مساحت المربع نص في كتر و في الكتر. نص في كتر و في كتر. ميستر ايت انت قلت ايه نص في كتر و في كتر لسة الوقت شوية في شوية بشكل تاني. اسمه معين باين. اه طب اعنا ادي يطلب نص في الكتر و في الكتر و في الكتر ولا المربع ولا ايه بالزبط احنا توهنة. لأ المربع ذي المعين. новين اخوات نفس القانون. نص في الكتر في الكتر. يعني نص في اتناشر في اتناشر. بس اخلي بالك المربع الاقتار بتاعته متساوية. طب يعني اهو كترة اصلا هي مصدر اهول لك. اذا المربع اهو? وده الكتر وده الكتر. ده اسمه الكتر. بيبقى جوا الشكل. اه ايو واحد دول متساويين. نص اتناشر بكان بستة. ستة في اتناشر بكان باتنين وسبعين. زاويته. زاويته. كل من قاعدتين شيء بالمنحرف المتساوي الساقير ملهم الزاويتين يعني شو من حالة فوت متساوي الساقير الزاويتين ده هم ملهم متطابقان متطابقتان على الفعل فكرة السؤال ده حلو قوي متطابقتان آآ وممكن برضو متساويتان مسلسان متشابهان النسبة بين طولة ضلعين المتناظرين فيها تلاتة الى خمسة يعني تلاتة على خمسة وإذا كانوا نحط المثلس الأكبر اعمل شرط الكاسم الستين دي تحط نحط الأكبر هنا وحط هنا ايه سين واعمل ايه مقص والقصة ده السين بتكتب ايه تحت بها تلاتة في ايه ستين نقسم دي على اتفال اتناشة تاتة في اتناشة بكام بستة وتلاتين المثلسة الذي اطول اضلعه خمسة وتمانية وسبعة يكون مسلس ايه برضو قلتلك بتجيب اكبر واحد دي السا حلينا من شوية اكبر اكبر ضلع اللي هو ده ربعه التمانية قس اتنين بكام باربعة وستين ماشي على جنب كده لكن على جنب كده هسته عندك الخمسة عندك السبع رباحهم مع بعض يعني خمسة وعشرين والسبعة في السبعة بتسعة واربعين يطلع لك كده كام اربعة اتواشر بكده كام اربعة وسبعين من الاكبر ده من الاكبر ده يبقى الضلعين ايوة يبقى كده ايه ايه كده ايه بقى لسه اقلم مني شوية هيبقى الضلعين هما كبار? اه يبزقهم مسلس حد. مسلس ايه? حد. حد الزواية. طب لو كان الدلع ده هو الاكبر. اذا كان المثلس بقى جيم. اذا كان الف جيم تربيع. زائد جيم بقى تربيع بتساوي الف بقى تربيع نقص التسعة. فانه نوع الزواية جيم هتكون زاوية ايه? منفرجة. هتكون زاوية ايه? منفرجة. مسقط نقطة على مستقيم معلوم هي نقطة. يعني نقطة تسقط كده على مستقيم معلوم هتبقى برضو هي النقطة. شو منحرف طول قاعدة المتوسطة خمستاشر سنتين. ومساحته خمسة وسبعين. فان ارتفاعه. اكتب القنوب بس ما لكش دعم. وقال لك هنا القاعدة متوسطة. يبقى الشو منحرف اهوت بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. ماشي? اللي يساوي تحتها يساوي. هنا فيه. قال لك المساحة الخمسة وسبعين تحط هنا. والقо pent reviewed 15 تحط هنا وهنا حط ايه? وعز الاتفاع سين. خمسة اشر في ايه? بديني سين? اا بديني خمسة وسبعين. او خمسة وسبعين لخمسة اشرة? خمسة وسبعين لخمستاشر على خمس تشไป. وCommج part 5 سنتين. خمسة ايه سنتين? يا تشابهة المضلعان اذا كانت القضلع المتناظرة متنازبة اللي رجعت لنا ثاني. والزواء المتنظرة متساوية في القياس. متساوية في الايه القياس. تعال نرجع للمسألة دي التاني وسقط نقطة على مستقيم معلوم هي تكون ايه? نقطة تقاطع العمود من هذه النقطة مع المستقيم المعلوم مع المستقيم. مسقط نقطة على مستقيم معلوم هي نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة مع المستقيم المعلوم. تاني هي هو نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة مع المستقيم المعلوم. نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة. نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة. تاني. نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة. نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة وبس لحد كده. معين تقول لكم تريد رجعت لك تاني يبقى نص في اتناشر في تسعة وتطلع الناتج. اذا كان مسجد قطع مستقيمة على مستقيمة هو النقطة فان الكتعة المستقيمة نقطة مستقيمة ها? طب قولك نقطة. نقطة. يبقى مسجد نقطة. يبقى عمودي. كان عمودي. يبقى كان عمودي. طب لو كان قالك بتساوي مثلا او ما علينا بالبقى. المثالث ملف بقى جم حد الزاوية. فيه ملف بقى بستة وبقى جم بتمانية. فان طول الف جم بتساوي كم سنتي? طول ألف جيم بتساوي كم سنتين يعني نقول لي هنا على المسلس ألف بقى جيم ألف بقى بقى بكام بستة والبقى جيم بكام بتمانية طيب يكون ألف جيم بكام بقى يكون ألف جيم بكام بقى خلي بقى لك معنى أنه لازم يكون حد الزاوية يبقى لازم نضلعين دولت يكونوا أكبر من ضلع التالت أكبر من ضلع الثالث طيب أنا هعمل لي دلوقتي كل إنت هتعمله هتربع كل واحدة من دولت يعني ديت هتبقى بربعة ستة في ستة بستة وتلاتين عشر في عشر بمية واربعة عشر في أربعة عشر تمام تمام هنا بقى هتربع دي برضو وتربع لدي ستة في ستة بستة وتلاتين وتمعهم مع بعض يديك مية لازم يكون مية دي أكبر من واحد من هنا أكبر من مين هكون أكبر من ستة وتلاتين هكون أكبر من مين من ستة وتلاتين فهنجيب مين؟ الستة وتلاتين. طبعا مش هنجيب دي ولا نجيب دي عشان دي اكبر منها. لو هنجيب دي يبقى كده مسلس منفرج. فتمام؟ امتا فهمت الفكرة ماشي ازاي؟ ماشي خلاص. مربع طول كتره ستة سمتي فإن مساحته؟ مساحت المربع نص في الكتر في الكتر يبقى نص في ستة في ستة. نص في ستة في ستة. يبقى تلاتة في ستة في ترنتاشر. إذا كنت نسبة التكبير في المثلسين تسوي واحد فإن المثلسين ما لهم متطابقان. نسبة التكبير يعني قد بعض. المثلسين هيكون متطابقان. المتوازي اضلاع فيه طولة ضلعين متجورين خمسة وسبعة سنتي. ارتفاعه الاصغر أربعة سنتي. متوازي الاضلاع بيقولك هنا القاعدة في الارتفاع بس هلا جاب لك هنا قاعدتين بقولك ضلعين متجورين. يعني دا متوازي الاضلاع هو ولاد وقال لك الارتفاع الأصغر بأربعة. احنا قلنا قبل كده الارتفاع الأصغر بيساوي قصاده بينزل على قاعدة كبيرة قاعدة كبرى يعني الارتفاع دي هتاخد رقم من دولت يا دا يا دا الارتفاع الأصغر بناخد قصاده قاعدة كبرى أو رقم كبير اللي هو السبعة فهنضربهم في بعض عشان القاعدة في الارتفاع الارتفاع الاربعة في سبعة بكام بثمانية وانشرين وده ضلعين المتجوران يعني ده ضلع وده ضلع وهي في نفس الوقت اسمها قاعدة خلاص يبقى الارتفاع الأصغر بيقابله قاعدة كبرى ولو قالك الارتفاع كبير بيقابله قاعدة صغرى وهكذا ده طبعا نظرية اكليدس بولي هنا مسكت ألف باق لألف جيم ألف باق لما تسكت على الألف جيم المتقرر هنا مين؟ ألف يبقى المتقرر هنا مين ألف؟ شو باق؟ سقط باق يعني سقط باق كده باق ağ موضي نزلت عددال يبقى ألف دال طب الباق دال تربيع بإمكانك نمسح ده كده الباق دال تربيع بتساوي الألف دال في ألف جيم طب الباق جيم تربيع بتساوي إيه؟ night ينتشابه مع المثالث و جم مساله يعني انه‌ال في المثالث من المثالث يتم من مصنع من المثالث قلب باق دال. قلب باق دال. بدأ بالالف برضو لازم ابدأ بالالف. طب ميقن الالف باق دال بيتشمع من برضو? شوف دي بقى اللي راكز في دي بقى? مع الباق دال جيم. خلي بالك. باق دال جيم. يبقى الالف باق دال مع باق دال جيم مع قلب باق جيم. شوف جاهز ازاي? الترتيب لازم اقتراح الترتيب. الف باق جيم. الف باق دال. باق دال جيم. خلي بالك عشان هنا في ايه قائمة. طب محيط المسلس باق الف دال. محيط المسلس باق الف دال الى محيط المسلس جيم باق دال. باق الف دال. ده طبعا بقى لسه هنطلع على المحيط. فهنجيبها ان شاء الله باق الف دال. يعني ممكن يعني ايه? احنا عايزين نقول بالتفصيل في الجزء التالي بس دي هتطلع تقريبا بتلاتة الى اربعة. بتلاتة الى اربعة. باق الف دال مع جيم باق دال. جيم باق دال. هتبقى تلاتة الى اربعة. طول قدر العين متجوراني في المتوازن اضلاع ستة وسبعة سنتي. وطول ارتفاعه الاكبر برضه. ارتفاعه لك اكبر بقابله قاعدة صغيرة. يبقى هي وين? الستة. فنضرب الخمسة في ستة بتلاتين. معين طولة كتريه يبقى نص في الكتر في الكتر اتنين واربعين في العشر. طولة ضلع المربع لازم ساحته بتساوي مساحة مستطيل بعدها تسعة وستاشر. طولة ضلع المربع لازم ساحته بتساوي مساحة مستطيل بعدها تسعة وستاشر. عايز طول ضلع مربع. هو هنا اصلا مساحته بتساوي مساحة المستطيل. لو انت جبت مساحة المستطيلة بقى انت كده جابت مساحة المربع. هتقوم درب تسعة في ستة عشر لان مساحة الطول في العرض. ستة في تسعة باربعة وخمسين بمية واربعة وار ايه? واربعين. بمية اربعة وايه? واربعين. طب دلوقتي هو قال لك طولة ضلعة المربع. طولة ضلعة. يعني ايه في ايه? بيديني مية اربعة واربعين. يعني تاخد الجاز التربيعي. المساحة دي يعني تخل الجاز التربيعي. جهاز التربيع المية اربعة واربعين هتبقى اتناشر سنتي. اتناشر سنتي. مسلس اطول اضلاعه. مسلس اطول اضلاعه تلاتة واربعة وخمسة. تكون مساحته. مساحت المسلس نص في القاعدة في الارتفاع. طب دلوقتي هنا جايب له تات ارقام. اول حاجة بتعمله بتشير رقم الكبير. لانه ده الوطر وده ما يلزم لاش في حاجة. ماشي? هيقابلك برضو للسؤال ده القوي. يبقى احنا عملنا ايه? نشيل اكبر رقم. اكبر رقم. يبقى نص في نص في القاعدة. تلاتة في اربعة. نص للاربعة اتنين اتنين في تلاتة بستة. بس. شووا من حرف القاعدة متوسطة بتاعته بتمانية. فان الطولة القاعدة المتوازيتين يمكن ان تكون بالسنتيمتر. اه. اضرب في اتنين على طول. اضرب في اتنين. اتنين في تمانية بكم? اه ده اقول لك نعايز الارقام ايه? اضرب في اتنين اول. يعني ليه? لان القاعدة متوسطة بتساوي اتنين في او نص مجموعة القاعدات التانية. يعني اضرب دي في اتنين. اضرب دي في اتنين. مش هليب نصها. في بستة عشر. من هنا وهنا بالدينة ستة عشر? من هنا والدينة ستة عشر? متوسط المسلس يقسم سطحه لمسلسين متطابقين. انت فهمين الحيطة دي? شو منحرف طول قاعدات متوسطة بنتنين. انت عارف القاعدتين كنا احنا اقوموا شوية نص مجموع القاعدتين. هنا اجاب القاعدة متوسطة. يعني عشان اجيب القاعدتين اضرب دي في اتنين. اتنين في تمانية بستة عشر. مسلس الف باقه جيم ازا كان جيم باق تربيع. جيم باق تربيع. هيبصلها. اكبر من الف باق تربيع زاد الالف جيم تربيع. في انا زاوي الجيم تكون زاوية ايه? طبعا هنكون زاوية ايه? منفرجة. طبعا هنا بقول لي قلب بقى. اكبر اكبر من قلب بق زائد العلف جيم. فتكون زاوية ايه منفرجة. طول مسكت قطعة مستقيمة على مستقيم معلوم يكون نقط طول القطعة المستقيمة الاصلية. طول مسكت قطعة مستقيمة على مستقيم معلوم فيكون اصغر من قوة يساوي طول القطعة الاصلية. طول القطعة الاصلية. يركز في السؤال ده اللي انه بيجي لكتير جدا. طول مسقط. المسقط على قطعة مستقيمة. اهو. هده القطعة المستقيمة معلومة. المسقطة بتاع المنزل هنا بيكون اصغر من او تسويها. ياما صغيرة عنا ياما تسويها. ولو بدأ بالطول القطعة الاصلية المستقيمة الاصلية فهتكون العلامة بصالها. يعني شوف هنا العلامة دي تبصة لكلمة طول القطعة المستقيمة الاصلية لانه ممكن يجيبها لك في اول الجملة. ممكن يجيبها لك في اول الجملة. مضلعان متشابهان النسبة بين طولة العين متناظران فيها اتنين الى سبعة. فتكون النسبة بين محيطمة برضو اتنين الى سبعة. المثلث القائم الزاوية الذي اطول اطلعه ستة وتمانية وعشرة. تكون مساحته. مساحت ايه? المثلث القائن. يبقى نص في القاعدة في الارتفاع. طبعنا هعمل ايه دلوقتي? يبقى نص في ايه في ايه? فينا رقم تالت اشيط الرقم الكبير لانه ده الوطن. يبقى نص في ستة في تمانية. نص في ستة تلاتة. تلاتة في تمانية بكام? باربعة عشرين. ازا كانت نسبة التكبير بين مسلسين متشابهين تساوي نقط فان المثلثين متطابقين لو كانت نسبة التشابه هتكون واحد الى واحد. نقط يقسم سطح المثلث الى مسلسين متساويين في المساحة. طبعا متوسط المثلس. المثلسة هو المتوسط بيقسمه مسلسين متساويين في المساحة. في المثلث الف بقى جيم ازا كان بقى جيم تربيع بتساوي. الف بقى تربيع زاد الف جيم تربيع. فهنا القياس مين بتساوي تسعين درجة? بص هنا بقى شوف بقى? اهو. من الحرف المكرر هنا? الالف. يبقى هنا الالف. المضلعان المتشابهان زواياهم المتناظرة نقط في القياس. الزوايا المتناظرة ملا متساوية. اما لو جاء الاضلاع يبقى متنسبة. شيء من منحرف طولة قاعدتين متوازتين اتناشر وتمانية. فهنا طول قاعدتين متوسطة يبقى نص مجموعة القاعدتين. اجمحهم واجبوا النص. اتناشر زائل تمانية عشرين. نص العشرين عشرة. مضلعان متشابهان النسبة بين طولة دلعين متناظرين تلاتة الى خمسة. فهنا النسبة بين محطيمة برضو تلاتة الى خمسة. ازا كان المثلث قلب بقى جيم ازا كان قلب بقى تربيع اصغر من مجموعة اشوف العلامة بطل مين? لضلعين دولة. فهيكون الزاوية ده ايه? او هيكون المثلث ده ايه? فان الزاوية هتكون ايه? حدا. الزاوية قلبها هتكون ايه? حدا. ركز معي. هتكون حدا. ركز بقى في السؤال ده. ازا كان المثلث قلب بقى جيم يوشابه المثلث قلب سن صد. وقليس زاوية بقى بخمسين. فان كليس زاوية سن. طب شوف البقى كده بتشبه مين? هو أهلا السين الأول السين الذي أجل الحرف الثاني سيدله هل سمحه الحرف الثاني يبقى بخمسين المثالس الذي أضلعه اطوله تلاتة واربعة وخمسة تكون مساحته برضو يبقى نص في ايه فيه الاستثار بالرقم الكبير ما هو مشاكله نص في تلاتة في اربعة نص الى اربعة اثنين الى اثنين في تلاتة بكام بستة ساحة الشيما منحرف الذي يطول قعدتين متوازتين اربعة وتمانية وأرتفاعه خمسة يبقى نص مجموع القعدتين نص فيه مجموع القعدتين ده اللي هو ب12 في 5 نص اللي 12 6 الخمسة في 6 بكام بتلاتين سنتيمتر مربع المضلعان المشابهان لسالس يعني فيه مضلعان المشابهان لسالس هتكون برضو متشابهان مربع طول كتره 10 فتكون مساحته نص في الكتر في الكتر يعني نص في 10 في 10 نص لعشرة 5 5 في 10 بخمسين يتشابه المضلعان اذا كانت زواياهم المتناظرة برضو متساوية في الكتر ولو جي قل الأضلع هتبقى متنسبة في المسلس قلف بق جيم في المسلس قلف بق جيم اذا كان قلف جيم تربيع بتساوي قلف بق تربيع زاد بق جيم تربيع فانا قياس زاوية بق شوف اللي هنا بيساوي يبقى بتساوي تسين درجة هقوله قائمة وخلاص قائمة هنا بيقول يتشابه المسلسان اذا كانت اضلعهما المتناظرة هتبقى ما قالش الزوايا متناسبة هتكون اضلع متناسبة اوع تغلط اذا كان المسلس قلف بق جيم يتشابه مع المسلس سين صادقين فانا قياس زاوية بقى بتساوي قياس زاويت مين البق ديه هتساوي هنا تساوي تزاوي الحارف التاني مع الحرف التاني يوجد هنا المسلس قلف بق جيم فيه تصليary بقى التربيع بقى التربيع اهي بردو تساوي وزايت. يبقى Freiheit متقرة ده يكوني بساوي ايه? يبقى ايه? يبقى بتساوي قائمة بتساوي تسعين درجة. هنقول قائمة. او بتساوي تسعين. ملنام قالب بتساوي يبقى كده رقم هتكتبه. ملنام قالب بتساوي قلت بتساوي. قالت بقى جمد build المتوازي اضاع مساحته خمسين فهنا مساحت المثلث. مساحت المثلث بساوي نص مساحت المتوازي يعني نص الخمسين بخمسة وعشرين. يتشابع المثلثان ازا كانت الزواج المتنظرة متساوية. ما تسكتش. واحد تسكت. في القياس. متساوية في الايه? في القياس. المثلث قالب بقى جيم فيه الالف جيم تربيع اقل لو اصغر. شوف العلامة بصل مين? نحية الضلعين. يبقى زاوية ايه? حدا. طب مين لا يكون حدا? مين لا يكون حدا? اولا ايه? ايه? على فكرة ده الوطر. مين مقال زايت بص على الحرف المكرر اللي هنا. ايه بقى? مين مقال زايت بص على الحرف المكرر اللي هنا. مساحة المعين اللي يزي طول كترية ستة وتمانية. يبقى نص في ستة وتمانية. نص في ستة تلاتة تلاتة في تمانية بكامب اربعة وعشرين. شوف العلامة هنا? اكبر. هيكون مسلث ايه? منفرج. هيكون مسلث ايه? منفرج. والله العظم حاجات سهلة. ازا كان المثلث قالب بقى جيم يتشابع مع المثلث سين صدعين. ماشي؟ فعينك يزا mucho وكان دقاء كهاز Health البقى وتتساوي 70 درجة. اصفت العين، بقولك daiyببة ولالبقى والالف و جاب لك اتنين منهم بسبعين يبقى التالت بكام هول مية وتمانيين ناقص السبعين يديك كام مية وعشرة يبقى الزاوية اللي تفضلت ديت بكام بمية وعشرة درجة شبه منحرف اللازل قاعدته المتوسطة بتسعة والارتفاع منظر بستة عايز المساحة اضرب على طول ستة في تسعة لان مساحة مشوم منحرف بتساول قاعدة متوسطة في الارتفاع يبقى ستة في تسعة بكام باربعة وخمسين عدد محاور تماثل مستطيل اتنين ولو قال انه معين باردو اتنين مساحة المستطيل اللازل بوعدها خمسة وتمانية ايه ده ايه ايه هيافة دي؟ ده عايز مساحة المستطيل الوقت طول في العرض هنهد الارض خمسة في تمانية باربعين المضلعان المتشابهان زوايا هم المتناظرة نقط زوايا الزوايا متساوية ايه وعد تقول له متناظبة ازعل منك الالف بقى اكبر من الالف جيم تربيع زاد الجيم بقى تربيع فهنا كلها الزوايا الجيم هتكون ايه؟ على طول كلمة ده اكبر وبصة كلا وزائد على طول ايه منفرجة مساحة المعين لازل طولها كتريه يبقى نصف عشرة في تمانية متوازن اضلع مساحته اربعين وطول قعدته تمانية عايز الارتفاع ايه اسم ده على ده؟ يديك خمسة مسكة نقطة على مستقيم معلوم هو نقطة مسكة نقطة على مستقيم معلوم هو نقطة تقاطع العمود من هذه النقطة نقطة تقاطع العمود من هذه النقطة مع المستقيم المعلوم. يا رخما شوية وتحس كده يعني كلامها شبه بعضها. نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة. نقطة التقاطع العمود من هذه النقطة مع المستقيم المعلوم. طول قاعدة المثلثة لازم مساحته بتلاتين وارتفاع بستة. برضو انا عايز مساحته بالراحة خلص كده. نص في القاعدة في الارتفاع. ابدأ اعود بالراحة كده. قال للمساحة تلاتين. ماشي. واللي ارتفاع بستة. اهو. عايز القاعدة. نص الستة. تلاتة. تلاتة في اي ديك تلاتين. تلاتة في عشر. بس كده هم علم. بقول لك المثلث قالب بقى جيمة تشبه مع المثلثين صادعين. فالقياس زود صاد هتساوي مين? الصاد هتساوي بقى. محيط الشكل السداسي المنتظم اللازي طول دلعه اربعة. سداسي. يعني عنده ستة اضلاع. وطول دلعه اربعة. يبقى الاربعة تضرب في الستة. باربعة عشرين. المثلث قالب قالب جيم تربع بتساوي قالب بقى تربع نقص جيم بقى تربع في ان قياس زود تكون قائمة. جابني ناقص ابوص على ده. ابوص على ده. ماشي. يعني هنا الالف هنا الباق يبقى لسه مين الجيم بس كده مع المضلعان المشابهان لسالس متشابهان. بقول لك سن صاد عمودي على الصادعين. سن صاد عمودي على الصادعين. شوف. جاب لنا حرف مكرر فعشان كده رسمتها كده. فانها مسكت سن صاد على الصادعين. مسكت مسكت سن صاد على الصادعين. وعمودي اصلا مرسوم كده خلط. اه. سن صاد مسكت السن صاد على الصادعين. السن صاد بتسكت فين? على الايه? على النقطة صاد. النازل عمودي على مين? على النقطة صاد. مدام قال عمودي خد الحرف المكرر. على طول كده. مدام قال عمودي عمودي حمودي خد حرف فيلم تكرر. كياس الزوال خارجة على المثالث من ساول اضلاع بتساوي على طول مئة وعشرين درجة. وده سؤال اول اعدادة. الزوال خارجة. على طول في المثالث من ساول اضلاع بتساوي مئة وعشرين درجة. في المثالث سين صادعين ازا كان صاد سين او ستنين زائد صادعين او ستنين اربع. شوف العالم بصل من? بصل للضلعين. يبقى زاوية ده ايه? حد. شوفت بضحك عليك. بضحك عليك يا جدع. فوق. انت في ايدك انك تجيب الدرجة النقيية في الهندسة ومسمعش كلام حد يقول لك ان الرياضة صعبة. انا كنت في الترم الاول انا كنت في الترم الاول عملت فيديو ازاي تحل اي مسألة برهان. وقلت في اول الفيديو ان انا شايف ان الرياضة بتاع التانية عديدة سهلة جدا ان الكل مجتمع وماجمع ان الرياضة صعبة جدا. بتاع التانية عديدة بزيزة وانا قلت ان الرياضة دي بالزيزة بتاع سنة تانية سهلة جدا. لقيت كومنتات دخل علي من بعض المدرسين بيقولولي يعني ايه يعني فيه مدرس مش هقول بعض المدرسين هو مدرس اللي قال لي انت بتفهمش حاجة وانت دخيل على المادة وكلام بقى باللغة العربية الفصحة انا ممفهموش. وقال لي انت كده بتخدع الطلبة مادة الرياضة ايه اللي سهلة بالنسبالك? المادة صعبة. قال لي هالك كده مادة صعبة. وما تتحكش على العيال. قلت له المادة سهلة. قدحك على العيال ليه? انا فيه بينه وبينهم ايه? ده بالعكس انا بحبهم. انا معرفش اي حد فيهم. وانا اعمل فيديو علشان سقطهم. يعني انا بعمل فيديو بتاعي بنفسي. ووقت ومجهود ومنتاج. عشان اضيع الاولاد ديت. يقول لي لا المادة صعبة. تقول لا مش صعبة. لو صعبة يبقى انت اللي بتصعبها. المادة مش صعبة. ولما قلت برضو نكتاب المعاصر يعتبر يعني خارج التصنيف دلوقت. اي كلام الوقت كتاب المعاصر كله اداي. كان غلط في حاجة يعني مقدسة. انا بحب كتاب المعاصر. وانا بحب اشتغل منه. هقول لا لا بحب اشتغل منه. بس لما تلاقي كتاب بيبقى مفيد للطالب. وافيت. وفيه مسائل سهلة. وفيه طريقة. وطريقته ثالثة. لأ يبقى ليه ما اقول للطالب عليه. هو يعني يعني اللي معاصر دي يا هو خلاص يا ما فيش. يعني هقولك على حاجة. فيه كتاب. آآ هينزل السنة الجاية الكتاب ده اسمه المحترف. الكتاب ده بيتباع في بانها. هيتباع في بانها. اسمه المحترف. الكتاب ده لو نزل على مستوى الجمهورية. ولو فيه حد يفاهم شوية الطالب لو فاهم او المترس فاهم شوية يعني همه الطالب. والله لو عزم كتاب المعاصر ده ما هيبيع مت نسخة على مستوى الجمهورية. مش هيبيع. الكتاب ده اللي نازل اسمه المحترف ده لسه ينزل السنة الجاية. حاجة يعني لو نزل فعلا اصلا الوزارة بتحاول توقفه. لو نزل فعلا نقلة تانية في الرياضة بيشرح الرياضة بطريقة سهلة وبسيطة وممتازة حاجة فوق الخرافة مش هقول بقى خرافة حاجة فوق الخرافة على فكرة التمالي انتوا شايفين هدواتي ديت من كتاب الاضواء انا قلت اجرب الاضواء الاضواء كويس جدا احلى حاجة في الاضواء ان اسئلته كلها اسئلة امتحانات ما بيجيبش اسئلة صعبة هو بيجيش في الامتحانات لا اسئلته كلها بيجي في الامتحانات طيب الا بقى اذا كان مدرس بيحط المادل الامتحان وهو موهوم ومرغوم وبيحب كتاب المعاصر ففي الحالة ديت هيتطر يجيب كتاب المعاصر بس عامة في كتب نازلة اكترة جدا كويسة جدا في المحلة كتاب اسمه القمة فيه كتاب كويس جدا القمة دا على فكرة كويس جدا بس هو مشكلته في الطبعة ورق اصفر وحش يعني كتاب جميل الكتاب دا فيه كتاب تاني الماهر بس الماهر ضعيف شوية انا برجح ان هو ضعيف مش قوي لانه اسئلته كلها سهلة ما هواش قوي كتاب القمة كتاب المحترف اللي هينزل دا فيه كتب كتيرة وفيه كتاب اسمه العبقري طبعا الكتب ديت اصلا اللي بعملهم دراسين هي مذكرة بس ألابها الكتاب طب نرجع نكمل تاني المثلث اللي هزي اطول اطلعه ستة وتمانية وعشر يكون نقط الزاوية برضو حد ولا قيم ولا منفارج هتتطار جيب اكبر رقم هنا وتربعه عشر في عشر مية وتربع دا وتربع دا وتربع دا وتربع دا وتجمعهم ستة في ستة بستة وتلاتين تبنى في تمانية باربعة وستين زائد دي هتجمعهم يديني كمية دي بتساوي دي يبقى مسلث ايه منفرق آآ قائم الزاوية قائم الزاوية لحد دلوقتي سبعة وعربعين دقيقة اذا كانت نسبة التجميل من المثلثين المتشابهين تساوي نقط فهنا المثلثين المتطبقين نسبة التشابه واحد الزاويتان المتكاملتان المتكاملتان يعني على طول بيديني مية وتمين درجة ولسه هناك زاويتان المتتمتان دي بتساوي تسعين درجة المتكاملتان بتساوي مية وتمين درجة ولمتتمتان بتديني تسعين درجة المثلث سين صادعين فيه سين عين قصت تنين بساوي سين صادق قصت تنين وكان اقوية زاوية عين يا智لا temos 50 فهن اقوية زاوية سين هو دا معناه اصلا ايه بقول لك إنه عن بخمسين العين دي العين؟ своين بعين دي الان دي بخمسين السؤال ده حلوة او بقى. ده السؤال ده جديد. هو عايز كويس زود السين. طب هجيب السين الزود مش لما اجيب الصد. كويس. احييك. هرقيك. هرقيك. ماشي. دلوقتي ايوة. دلوقتي انا عايز اجيب السين. عندك العرب بخمسين. طبعا عندك الصد بكام? لو قفت اجيب الصد اعرف اجيب السين. هتماح واطرح من مية وتمانية. لكن العلامة دي كل ايه العلاقة دي يعني ايه? يعني ده نزلت في صغرس يعني مسلس قائم الزاوية. يعني دي بتسعين. ففي الحالة دي اجمع دولات واطرح من مية وتمانيين. هتديك بالزاوية بكام باربعين درجة. بكام باربعين درجة. طول ماسكت قطعة مستقمة على مستقيم معلوم بساوي. شوف طول القطعة الاصلية. حط العلوة ببصلها دي. المضلعان متشابهان لزواية المتناظرة. الزاوية متناظرة متساوية. او عطول متناظرة. مسلس مساحته مية وعشرين طول قاعدته بخمشون سنتي يكون ارتفاع. عايز اني حلاب بسرعة بقى. نوع عاملين ايه? ليضرب المساحة في اتنين. مدام جاب المساح. يضربها في اتنين. واقسم على الخمستاشر. ايه اللي بك? ازا كانت نسبة التكبير بين مسلسين والشابهين بساوية فين المسلسين مالهم? متطابقان. المسلس القائم الزاوية لازي اطوال اطلعه تلاتة واربعة وخمسة تكون مساحته? خلي بالك. مساحة مسلس نص في القاعدة في الارتفاع. طب انه دوقات جيب لي تلات ارقام اشيء الرقم الكبير مش عايزه. يبقى نص في تلاتة فاربعة. طول القطع المستقيم الاصلي العلامة بسلية. مضلعان متشابهان. النسبة بين الطورة دلعين متناظران فيها بيساوي خمسة الى تلاتة تكون نسبة بين محطوهمة نفس النسبة. نفس النسبة خمسة الى تلاتة. في المثلس قليل بقى جيم ازا كان قليل بقى تربيع. اصغر من قليل في جيم تربيع ازا الجيم بقى تربيع. شوف العلامة بصل مين? للضلعين. يبقى مسلس حاد. حاد. متوازي اطلع فيه طول وضلعين متجوانين خمسة وتسعة. ضلعين متجوانين زي ما قلت لك من شوية. يعني خمسة وتسعة. الارتفاع الاجبار يبقى عنده قاعدة صغيرة. اللقصاده قاعدة صغيرة. يبقى الخمسة. الخمسة طلبها في تمانية بدي لك كام. اربعين. بساحة المثلس القام الزاوي لازل طول اطلعين القام بساوي ستة وتمانية. يبقى نص بستة وتمانية. وتطلع الناتج. مسكة نقطة على مستقيم هو نقطة. هو النقطة. هو الايه? النقطة. هيبقى نقطة. هيبقى نقطة. يتشابه المضلعان ازا كانت اطلعهم المتناثرة متناسبة. وزواء المتناثرة متساوية. ازا كان المثلس قال باق جيم يا شاب. المثلس سين صاد وين? فهنا لو surgها زاوة صاد بتساوه مين? الصاد هتساوه مين الباق? ازا كان مسلس قال الحق في باق فهنا مسقط الف اطلع الف جيم. ايلا تعالي كده يا رسمة.في باق. مسقط ال政府 على باق جيم. شوف هنا في يا مكارة الجيم. نزل الالف. الالف تنزل على مين? على الباق. هتبقى باق جيم. تبقى مين? باق ازا كانت نسبة التكبير بين المثلسين المتشابهين بساق واحد فهنا مسلسين متطبقان. المثلس القامل زاوية الازل طولة ضلعين برضو. عايز المساحة. هتشير الرقم الكبير. وتضرب نصف تلاتة فاربعة. طول مسكت قطعة مستقمة على مستقيم معلوم. طول القطعة مستقمة الاصلية لعلى ما نبصلها. وضلع عامة شابان النسبة بين الضلعين تلاتة الى خمسة. النسبة برضو تلاتة الى خمسة. في المثلس قلب بقى جيم تربية ازا كان قلب بقى تربية اصغر. اللي عنا مبصل مين? للضلعين دولة. فان زاوية الجيم هتكون ايه? زاوية حد. متواصل مسلس وقسل مسلحين للمثلسين. متسوين في المساحة الواحد. مربع طول كتره ستة سنط فان مساحته نص في الكتر في الكتر. يبقى نص في ستة في ستة. ازا كانت نسبة التكبير بين المضلع عامة الشابان بتساوي ايه? كان مضلع عامة طبقان واحد. مسلس اطول اطلع تلاتة واربعة وخمسة تكون مساحته. يبقى نص في تلاتة. اه 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 ايه ايه الرقم الكبير شيلو. نص في تلاتة فاربعة. عادة محاور تماثل الشيء من حارب متساوي الساقين واحد. اي حاجة. متساوي الساقين بواحد. طول مسكت قطعة مستقيمة على مستقيم معلومة. طول مسكت قطعة مستقيمة على مستقيم معلومة. طول مسكت قطعة مستقيمة على مستقيم معلومة. نقط طول القطعة نفسها. هي هي برضو. هي طول القطعة نفسها او طول القطعة الاصلية. متوازن اطلع فيه الطولة دلعين المتجمرة وارتفاعه الاصغر. ارتفاعه الاصغر يبقى عايز قاعدة كبيرة. يبقى السبعة. الاربعة في سبعة بتبانية وعشرين. الاطوال ستة وتمانية وحداش هتصلح لانتكون اطلع مسلس ايه الزاوية? هتجيب الرقم الكبير وتربعه مية واحد وعشرين. وتربع دي وتربع دي وتجمعه ما هيديك مية. من الاكبر دي? الوقت واحد. دلع واحد. دلع واحد. يبقى ايه? مسلس ايه? منفرج. مسكة نقطة على مستقيم معلوم هو نقطة. ازا كانوا محوط الدائرة بيسوي اتنين باي فانتون نص الكتر. ايه? اكتب كانون محوط الدائرة. اه ده محوط الدائرة. اتنين باي نك. صح? اه. يلا عوض كده. اتنين باي. ودي ازا ما هي? تفضلي نقر. مع هنا ما تفضليش حاجة يعني واحد. يبقى نفس الكترة هيبسوي كام? بواحد. نص الكتر بسوي كام? بواحد. معين طول قطرية تمانية وستة تكون مساحته? مساحت المعين بتسوي ايه? نص اه طول قطرية هيبقى نص في الكتر في الكتر نص في تمانية وستة. مسألة سين صاد عين فيه سين صادق استنين بسوي سين عين استنين زائد صادق استنين كياس زود برضو قبلتنا تاني. السن هنا بتلاتين. وعايز كياس زود الصاد حطها على علامة الاستفاهم. طب العين لازم انا جيبها. شوف دي كلها لبعضها معناها بكم? بتسعين درجة. لعناها بتساوي. حجمها الاتنين درجة اتراحمها وتمانين هتديك ديب كام? بستين درجة. بستين درجة. هنكتفى بالقدر ده عشان بجد نتعبت. وان شاء الله انتظروا الفيديو التاني بتاع الاسباتات. وهي بسعى يبقى فيديو طويل شوية انا شاف نوابه اكبر من ساعة. طيب اطلب منكم طلب يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة. ويا ريت اكتر يعني كومنت لطيف كده حلوة كده. ويا ريت تشاره الفيديو عشان انا عارف ان في طلبة كتير مستني حاجة زي دي. وفي مذكرة هتنزل قريب من الكتاب المحترف اللي قلتلكوا عليه. مذكرة كويسة جدا جدا جدا. فان شاء الله اول ما تنزلها هنزلها على القناة وعملها فيديو مخصوص. واشتركوا اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.